اشتركوا في القناة إلى الأبد شلام مع السلامة يا بغبغ جزاك الله خيرا يا أرنوب الأمر لا يستدعي أن تقدم لي هدية كلا يا صديقتي فأنت تستحقين أكثر من ذلك يا إنها ثمينة فعلا إنها من الأحجار الكريمة صنعتها لك بنفسي أشكرك يا صديقي إنها مذهشة سوف أضعها في هذا المكان المميز حتى يراها كل الزوار إنها جميلة حقا سوف أعتز بها مدى الحياة ماذا يحدث ما هذا يبدو أنه زلزال يا إلهي أكاد أسقط أنا خائفة جدا كلا لا أصدق الهدية تكسرت أنا حزين جدا لا أصدق لا لا تحزن هكذا يا صديقي فليس الغرض من الهدية أن تظل موجودة على الأرفف أو معلقة على الجدران كلا بل الغرض منها التعبير عن مكانة الشخص في قلب صاحب الهدية حقا حقا